جيل جميل قدم أعمال جميلة وبرامج جميلة و كنا نشوفهم متنوعين اللي قدم في الداعة الرياضية و في القناة الرياضية و اللي قدم في السياسة و اللي قدم في برامج و منوعات و لكن هذا الجيل من الجيل اللي كان مخلص لعمله و محب لعمله لكننا نشوفهم طبعا ما شوفهم لأننا كنت في عمرهم و لكن الناس كانت تشوفهم إنهم شباب و إنهم يعني كانوا يقدمون أشياء جميلة عندهم جراءة في الطارح عندهم فكر قدوات ملهمين نشوفهم الجيل اللي كانوا يجرسون في الجامعة اليوم حلقة قد تكون مختلفة عن الحلقات اللي طافت طبعا هذا مجلس الحكاية اللي هي حكاية تلفزيون البحرين مع أي جيل اللي يفده في نهاية الثمانينات نهاية التسعينات بداية الألفين وهو جيل يعني مر بتحديات و مر بصعوبات و مر بمنعطفات جميلة اليوم رح نسمعها مع بعض نورة بشوك أهلا وسهلا فيك و رحب فيك و يا مرحب أهلا وسهلا فيك دكتور سعيدين بهذه الدعوة وسعيدين بهذا التكريم الإعلامي إلا لنا اليوم ما قصرته خوش برنامج يتكلم عن مسيرة تلفزيون البحرين و إحنا سعيدين جدا و شكرا لك دكتور على هذا الأفضل الله يسمك و شاكل لك على حضورك الحبيب إلى القلب و أعتقدنا المكان و حشك وائد عمار البنائي يا مرحبا و يا مرحبا فيك و سلمك و دكتور أمانة شكر لك الدعوة الجميلة و أننا نكون في هذه المحطة اليوم من تاريخ تلفزيون أملكة البحرين هذا التلفزيون اللي للأمانة أول بصمة في حياتنا شكل حياتنا الإعلامية من خلال الخبرات التي اشتغلنا معها و تعلمنا منها خلال فترة عملنا في تلفزيون أملكة البحرين للأمانة ذكريات لا تنسى ولا تنمحي من البكرة عزيز وغالي يا أبو أحمد و أنا سعيد جدا بوجودك و هذه مكانك و هذه بيتك و نحن سعيدين بقبولك للدعوة أن تكون موجود معنا الوسيم اللي كان و لا زاله سيظل عشام أبو الفتح هذا المذيع المتميز اللي شفناه بالإنجليز و شفناه بالعربي و شفناه بالرياضة و شفناه بالأعمال الإنسانية سعيد جدا بوجودك يا عشام شكرا يا أخي دكتور وأمانة يعني يمكن أزيد على كلامي على كلام أخي عمار وأحمد أن صد التلفزيون يمكن أنا 25 سنة والتلفزيون محطة أساسية كانت في حياتي أمانة في حياتي الإعلامية و فعلا شكلت شخصياتنا شكلت مستقبلنا كوادرنا أعمالنا وأنا دائما أقول يبقى هذه التلفزيون مدامة قيلت أن هذه الحكاية فعلا الحكاية حكايتني يمكن أربعتنا يمكن أخوي بوخارد بيتكلم عبي بس أن حكايتنا ترى كلنا انطلقت إحنا قصصنا انطلقت و حكايتنا من هذا البيت العود وأنا أحب أرمز حق التلفزيون أنه هو البيت العود شميل من هذا أنا أقول حياكم الله في مجلسكم و في بيتكم لأن هذا بالفعل مجلس الحكاية اللي بنتي كلم فيه حكاية تلفزيون البحرين الأنيق والراقي فكرا وشكلا ومنطوقا وليد الشيخ يا مرحبا بك يا مرحبا فيك دكتور مشكور على هذا الاستضافة و يعني الفرصة اللي بعطتني إياها علشان يعني نكون جزء من مسيرة 50 سنة شهدها العمل الإعلامي في مملكة البحرين والأمانة يعني ما عندي شيء زودة أضيفة على الكلام اللي قالوا الزملاء تزود اللي عندك بعدين هل تطلق بطريات عدوة الأمانة كفوا وفوا يعني هاي الأفكار اللي كانت في بالي يعني التلفزيون البحرين أو وزارة الإعلام بالتحديد هي البيت العود هي المظلة الجامعة لكل الكوادر الإعلامية اللي موجودة في مملكة البحرين اللي يطل من خلال الشاشة و للناس التبعها من خلال الإذاعة والله أمانة نحن نفتخر و نأتز فيكم صراحة يعني كنت و لا زلت قدمته أعمال جميلة هل تقول له و حشكت الفزيون؟ بوخاري صاحب مكان و حشكت الفزيون بوخاري صاحب مكان و حشكت الفزيون بوخاري أنا حشكت الفزيون؟ لا هذا سؤال يعني المفروض ماينسل هذا شيء في الدم و شيء في الروح يعني صعب أن الواحد يبتعد عن مكان هو شكل هويته و شكل شخصيته فأتوقع يعني المعزة و الحنين حق هذا المكان دائما موجودة إذا لم تشوفوا صواركم الآن ترشون فيديوهاتكم القديمة و انتم تشوفوا روحكم ما تتسنسون على هواي و لا تذكرون دي الأيام الحلوة اللي تشوفونها الله تذكر أيام أبوعد لكن أمارتها تلاحظ بعض البرامج طبعا لديك أحد من ستايل الشعر والخياب و ديكلا تغير لكل زمان دولة ورجال لكن الأمانة ترى والحق يقول ترى الإمكانيات في السابق كانوا جدا بسيطة لكن كان العمل انت ممكن تفضلت في البداية قلت ترى كان العمل يطلع من القلب يعني ترى ما في شيء اسمه ساعات دوام عم علمات خمس الفئير انت موجود تصور تصور واحد الفئير طلعت ست الصبح انت موجود تسع الصبح عشر في الليل يعني يمكن هذه الأجواء هذه اللي عاشها وتمرس فيها مريحة هي بالضبط هي اللي ترى شكلت الهويات مالتنا صرنا متعددين الأعمال ممكن تتزاول كذا عمل في نفس اللحظة ممكن ترد على كذا الأمور دي في نفس الوقت ترى أنا اللي اكتشف ان العلاقة اللي كانت تربطنا ممكن احنا كزملاء ترى يمكن احنا علاقتنا مع بعضنا البعض مو في قوة علاقة كل واحد فينا بفريق العمل اللي يشتغل معها من منتجين من إداريين من مصورين فنيين صور نخلص العمل تأخذ ذاك صور يا عبو أخذ راحتي تروح محل تككة ولا تروح باتشة الصبح لما تخلص ترى يمكن هناك ألفة كانت في الموضوع جدا نعم من تجدي أنا أخذ كل قصة كل واحد شو ندخل خلنا نأخذ الحكاية يعني أكيد كل واحد يوم دخل الإعلام أو دخل التلفزيون بالتحديد كانت لقصة وقصات تختلف من واحد لآخر نبدأ بأصغر نسنن نرى بشو سلام كالليكون في 2008 وأذكر كنتوني ترينيج أيام الجامعة وخلصت كنت ترينيج في الإذاعة وخلصت بعدها في تحول رياضية تذكر أما في تحول رياضية مجال يابون مذيعين حق الرياضية وكنت أنا متحمسة الصراحة وكان الوالد شجعني وأمي شنو رياضية شنو الفكرة وشنو تلفزيون وشنو دي أمي قصة لا يعني إعلام لا كان تخيل يعني كيف كان رفضيني البيت أمي 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 صحيح العفو لحيب 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 تلفزيون إلى علاقات عامة بس الحمد لله اليوم هي فخورة فيني وهذا الشيء أنا وايد يسعدني وريحني وحس أن يعني يعطيت الصورة التي كانت المفروض تشاهدها كيف نقلتك من الإذاعة للتلفزيون كيف تمت كنت تتريني أيام الجامعة في الإذاعة وبعدين نودوني رياضية كانوا يابوني تكون المذيعين يشوفون فيه مذيعين يصبحون حق التقديم وكان اللي دربنا من أبو أحمد عمار البنوي وكان في صراحة يعني من البداية عمار دررني أول من شوفني عمار وليحني إذا شوف بكل يبوني طلعونك تكون وليحني إذا شوف فارع أقول عمار تذكر أنت اللي أول واحد احتضنتني وهو اللي عطاني على فكرة هذه الشجاعة وهو الثقة من بعد الله سبحانه وتعالى لأن أول شخص يحتاضنك في البداية وهو اللي يشكل له يدور في تشكيل هاويزك تذكرين أول برنامج قدمتك؟ إيه ذكر أول برنامج قدمتك وكان برنامج في مهرجان الإذاعة والتلفزيون كنا رايحين تذكر عمار فكنا رايحين غير طبعا التقارير بدأنا بالتقارير وأشياء شيء بسيطة بس كبرنامج اللي بروحي كان برنامج مع هيئة الإذاعة أو كان في هيئة الإذاعة والتلفزيون اللي صار في البحرين وقدمت برنامج رياضي مع الفنونين تكون حتى فكرتي يديدة وحلوة احنا بناخذ هذه التفاصيلها ولكن أرجع حق أخوي العزيز عمار البناي شكوصتك؟ قصتي صعبة قول الصج قول الصج أمانة يعني أول ما خلصت الثانوية قدمت أساسي أتوظر في الإعلام هذه الحيشي كان في 88 89 ما خذوني يعني ما كان فيه توظيف في الفجرات وراحت عشر سنوات في 99 بعد افتحوا المجال مرة ثانية أنه كانوا حق تأسيس إذاعات بحرين في أم بحكم أنه في هذه الفترة كانت لي بعض الميول التقنية والأجهزة وشوي عبث في الأجهزة هذه ودخلت في الأجهزة الحديثة فدخلنا على بحرين تأسيس بحرين في أم دخلنا الإذاعة وعملنا في الإذاعة صار المجال أننا في امتحانات حق تكون كمذيع في فترتها كانوا والأخوان كلهم موجودين يعني عماد عبد الله رحمد درويش القروب هذه كل الجيل قدمت امتحانات وياهم قالوا لي ساقط ما تنفع في الامتحان ما تنفع أنت حق مذيع ما حاولت يا جماعة أنا يولي أبي أدخل هذه المجال سولي امتحان مرة ثانية بعد ما تنفع حاولت مرة ثالثة ودوني الأخبار عند الله يذكرها بالخير لأم خالد الزيان يبعد تسوي الامتحان يقولوني بعد ما تنفع والله إذا موجود في الأرشيف بمحمد التسجيل ما لسوء تحطوه يعني لا لا إذاع نفع لا أخبار نفع لا نفع عاش تساويني ما نفع فقالوا لي شغلك بس في الهندسة وشغلك زين وذي إن شاء الله فامتابع كل البرامج اللي تقدم في التلفزيون وكنت أشوف طبعا الجميل الوسيل حزتها يعني كان ولا يزال محزن أكيد فكان هو اللي ما أخذ مع الرياضة وبيولي رياضية ما في مجال يوم السبحان الدوامي الساعة الثمانية فيها من وقت ملتزم هاي يوم اللي يتم البارض أي الساعة سبع سبع وشيت الله يذكره بالخير العم الوالد استاذ الكبير خليل الذوادي وجه له تحية يعني نوجه له تحية هذا الإنسان اللي تعلمنا منه الكثير صحيح فداخل موقف فاركات رقم ثلاثة كلكم تعرفونا وكانت وكفة استاذنا خليل لهيبة يعني اتمر لازم تأخذ برد خوفا منه يعني وهو حنون وطيب ولكن لهيبة لهيبة صح فمريت لا يقول لي ورايح قلت له والله دوامي الساعة ثمان في الإفاعة تعال وراي استحمق علي سأل ما زود شيء دوامي ثمان يعني من وقت دخلنا أشوف لفين يمين رحنا على تلفزيون مشيت ورا رحنا لستوديو مالصباح الخير الله يذكره بالخير كان المخرج يوسف حسن والفريق ساذ مصطفى عرف الإعداد فقال لي اقعده تعرف تقرأ قلت له يا عرف اقرأ حطاني الأوراق قال لي طالع الكاميرا نقول شديد بتطلع على الهواء وانت بالهواش وزاف وانا صاقف ثلاث مرات صاقف ثلاث مرات شرية مشتغل شرية مشتغل شرية مشتغل فقالان البرنامج المفروض أنه يطلع ستة ونص ومتأخر البرنامج سعيدا ساعة أي برنامج فيه صباح الخير أيامها كان يطلع ستة ونص تلفزيون كان مذيعا مذيعين كان مذيعين اثنين فمين كانوا يؤك رحمة الله عليهم الأستاذ الغدير الكريم زيداني و أيضا رحمة الله عليه الأخ محمد الشهور رحمة الله فصاد الظروف ومنا ثم يوم فصارت الفرصة من لك الآن وصارت وطلعت على الهواء طلعت أول شيء تغريب تغريرين كان أكثر شيء ربط يعني وعقب طلع في بث مباشر وفي ذات تصاوات قلت أنا أول مرة وآخر مرة قلت لأوراق وخلك بسجيتك ورحت خلصنا قال لي قم فوق يوسف حسن قم فوق أكوز خليلي أبيك الله قلت هاي الفنش بس هاي الفنش طلعنا رح نفوق من يومها قال لي بس عمار يوميا موجود والمذيع الثاني هو اللي يتغير جميل وصرت تقريبا مذيع الساسي كانت هاي ببداية كانت هاي ببداية في تلفزيون البحرين كان كبرنامج صباح هاي معنات انت كنت تي شغل متأنق وجاهز وبارز انت يت ودشيت على الهواء يعني هاي يومها كان شذي إذا كل الظروف تهيئت تهيئت لها اليوم هشام بك الصحلوي اللي قصة خلي ذكرك 2-2 يوم عيد ميلادك اعتقد ما ينسي يوم توظيفك في الوزارة 22-98 فعلا كان 22-98 سنة 98 هو اليوم اللي أنا سمح اللي أنا أطلع فيه على الهواء وكانت الإذاعة الإنجليزية 9-6.5 وهم اللي مرتبين لي 22 طبعا يصاد في يوم عيد ميلادي فأنا ما دري وعبالي أنهما ناسين وكذا نرجح لجو العائل اللي دايما كنا فيه وكان أيامها المحرر هو زميل العزيز يونيس سلمان الله يذكره المخير يا الله يبسيه المخير فقال لي تركها يابونك داخل فدخلت داخل اللي داعة قالوا لي تفضل هاي لوراق اليوم عيد ميلادك هديتك انك تطلعها في بارتدي روح سوى نشرتك أولا قلت قال لأساس انه يبقى في ذاكرتك ان اليوم اللي طلعت فيه جميل الرابط هذي يوم يعني أول يوم طلعت فيه على الإذاعة يعني طلعت فيه على الأثير كان ثمين ثمين بعدها سبعت عشر ثلاثة طلعت على برنامج إن فوكس قناة 55 صحيح وعقبها في تاريخ 12-5 طلعت على برنامج باب البحرين جميل جميل بكرياتك في التواريخ أربعة ثمانية نفس السنة 98 طلعت في برنامجي خاص لهما يطلبون رياضية في الموضوع وغيرها سنة 98 الله رب العالمين يعني وفقني بأنه صارت فيه بطولات في البحرين بطولات كاس العالم للشباب اللي يخلنا فواز شمس وكان حارس في المنطقة تهلني كاس العالم فصارت التغطيات وكانت من أجمل اللقطات سمو الشيخ عيسى بن راشد رحمة الله عليه يعني موجود في أرضية المعلب وسوينا مقابلة في نفس الوقت كاس العالم اللي كرت الطائرة في نفس الوقت صارت بطولة 98 رجعت كاس الخليج إلى مملكة البحرين صحيح صحيح فكثير بطولات في أحداث كانت كثيرة 98 كانت سنة رياضية في البحرين يعني في الموضوع لكن هي قصة أن أنا أصلا شلون وصلت حك تاريخ 92-92-98 هي بدأت قبلها ثلاث أربع شهور وبالتحديد كان كنت أنا وايد أتابع للبرامج الرياضية أيضا كان الشغف رياضي في البداية فأويد كنت تابع للجماعة رياضية طبعا كان أخونا علي العربي يعني من أكثر الأسماء اللامعة تقديما وكذا على ثير وكلا كنت أقول يعني أنا إذا باتشير صد في التلفزيون والله ترى أنا أقدر أسويها اللون أنا أقدر أقدم حكمنا أنا أصلا من عائلة رياضية فيساعد الباكراون الموجود ما وعيد فأسولي في أبو يسأل في أمي يسأل في أعمامي يسأل في كذا خوالي وإذا بيوم أمي الله يحفظها تتصل فيني يقول لي هشام ترى باتشير عندك انترفيو في التلفزيون سكرين تاست يسمونه سكرين تاست شون يا مصطلحات ينهي بنسمي شون بتصلين فيه شون قلت لي أنا اتصاد شون أنا اتصاد تقول لهم والدي ترى عنده إمكانيات وهلون جربوا قالوا نعم يا سلام عبدالما أنت تتفضأت لانتساهل رب العالمين تسهل تتيسر رب العالمين نعم صحيح فييت نفس الشي على السيديو نفس الشي أستاذنا العزيز خالد الزياني موجود نعم وسوالي سكرين تاست بس هوك سوال سكرين تاست ووقف يطالع وعقول زيان شال حرب العصاري موجود خلص من هناك قال لك يبيك في المكتب وعقب طبعا صار انه كان يوم رمضان اذكر كنا في رمضان وكان غبقة الاعلام في ليلتها نحظة هو يبيك في المكتب قال لك مجاز ولا قال لك لا قال يبيني في المكتب قال لي ويت سويت زين اي اوكي بعكس بعض النص ويت سويت زين وما بنكسر بخاطر والد ونبي لا ما يابلي طاري وقال لي الليلة ترى الغبقة أبك تكون متواجدة جميل من كان الوزير ذيك الفترة ببشار نعم حبالنطبع سعد دكتور بحملنطبع ييت ما تريع ما قال لي يعني ما قبول ما قبول داوم لا داوم ما حرفتش الموضوع أنا طالب في الجامعة فأوصل في الليلة وقال لها واقف سلم عليه شونك شخبارك شانك قال لي يقول لها بشار سعد الوزير هذي مذيعنا اليديد تعرف لي أهلا شخبارك تسمع المعلومات يعني يعني قرر خيوغ اللي كان فيها لا لا قرر هو قرر غبقى مين كان فيها كان فيها بالنسبة لي بكل أيام يعني أنا أمري 19 سنة كانت جدامي الله يذكرون بالخير يعني أنوار أحمد سامي هجرس عدي العربي وعادة غبقات غبقات وزارة الإعلام كان كل الفنانين والمطربين والإعلامين كنت أسماء كثيرة يعني فأنا بالنسبة لي كعقول وحيانا فطول الليل كعقول حيانا يعني محسوب إياهم يعني أروح أسوله في أحد عادي وقفت بروحي في الزاوية أول من تكلم معي وأخذ وعطوا وعطوا إياي كان سامي هجرس مخالب فشونك وش أخبارك وكذا وكان قلت ترى أنت يعني تعتبر آيكن يعني أنت تعتبر رمز مثل ما كان وخلنا عماد عبد الله رمز المسرح النحلة والأسد والمسرحيات هذه ترى أنت رمزنا يعني في الموضوع فقالي وسبحان الله وانطلاقنا يعني والله يخليها الوالدة مكالمة ومشيزي يوافقك الله يوافقك بخالد أنت بعد قصتك جميلة وأنت بعد دخلت من لذاعة لكن عن طريق الجامعة صحي شون كان والله يمكن أنا ما أؤمن بالأبراج بس حين للكلاب اللي قلون اللي قلون المفيصل في هشام اللي هو مولي 2-2 برج الدلو مثلي يعني تقريبا حين تأكد أنه برج الدلو محظوظين وآلو عمار على فكرة برج القوس لا أنا أخذ لأني شو أعراتي شو أنا ما حتى أقول برج عرفنا عرفنا أنا ممكن شوي أهدأ يعني من حيث المفارقات من حيث الصدف في الموضوع مقارنة بالزملاء يعني من بدايتي وانا عندي حب ورغبة في أني أكون علامي أكون مذيع أكون صحفي من الصغر فتتوج يعني تتوجت هذا الرغبة في الجامعة لما كان السادنا القدير المرحوم الدكتور عواضهاشم الله يرحمه أتوقع الكل كان يعني مر على محطة الدكتور عواضهاشم تعلم منه ففي الجامعة كان دائما عين على الطلاب اللي ممكن يعني يعطون ممكن يقدمون شيء في 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 تقديم برنامج كمراسل في البداية في جامعة البحرين كنت أسوي حوارات مع طلاب في المناسبات المختلفة اللي تنظمها الجامعة وتطور الأمر إلى أن أصبحت يعني لأن الطلاب اللي كانوا مشرفين على البرنامج تخرجوا فصرت أنا أكبر الطلاب الموجودين فكلفني بمهمة تقديم وعداد هذا البرنامج من الألف إلى الياء وتفوالت العملية وأنا صارت مهمتي بأني أجتذب أيضا طلاب آخرين عشان يكونوا مساعدين في تقديم البرنامج وكان البرنامج يبث يعني ساعة ست المغرب كل يوم أربعة على إذاعة على إذاعة البرنامج عام من 2.3 وكنت حريص يعني وأنني أيمع العائلة عشان نسمع البرنامج والسان ونسمع لأنني كنت أستطيع من صوتين الله أهي لها الدرجة أهي وكنت حريص بعد أيضا على تسجيل البرنامج في الكأست وبعد هذه الفترة انقطعت يعني عن الوزارة واتجهتي للعمل الصحفي وكنت من أول مؤسسين لمحررين اللي انضموا إلى جريدة الوطن في 2005 وارجح حق الدقائق الأولى اللي اتكلم فيها ابو فيصل عن شغف العمل الإعلامي وشلون الواحد كان يشتغل الصبح وفي الليل ويبذل فما بالك بشخص متعاون مو شغلة الأساسية هي الإذاعة والتلفزيون فأنا كنت من المتعاونين ودليل الكلام اللي قال أبو فيصل من الكل كان يظن أن أنا موظف في وزارة الإعلام ولكن أنا متعاون مع الوزارة وفي 2008 صارت لفرصة أن أنتقل إلى الأخبار أو أطل من جديد في محط إعلامي يديد من خلال الأخبار وذكر وقتها فترة أسبوع خمسة أيام خمسة أيام عمل بالتحديد طلعت بايلوت وكان يعني يشرف على هذه البايلوت أخونا الأستاذ عبدالله خالد الوكيل المساعد شؤون لذاعو التلفزيون في الوزارة وكان حزته هو رئيس الأخبار فخمسة أيام كنت لمدة ساعة شي في هذه الحدود يعني اليوم الخامس قالوا خلاص أنت جاهز 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 تطلع معقولة أنا لا تدربت في الجامعة يعني ما كنا قريبين من الإذاعة والتلفزيون فقالوا لي خلاص أنت جاهز مت تتبي تبتدي إذا أنا جاهز وتشوفوني جاهز أقوب يومين أول يوم رمضان فكان في أول يوم رمضان في سنة 2008 كنت أول ظهور لي على نشرة الأخبار شعورك لحظتها شعوري أبو محمد لا أصدق التزديل حتى موجود عندي وحتى أنا وأقول طلبتي بأن أول شعور لي بأن أنا مو مصدق وأعرض لهم التسجيل يشوفون يعني من تعابير الوي بأن أنا صج يعني كأن في سرحان مركز على الكلام اللي أقول لكن نظراتي تعابيري يعني مو مصدق يت ساعة ثلاث حق النشرة ولا يقولون النشرة فلوت قلت هذي بدايات بدايات ما تبشر من الخير نشرة تقنسلت ساعة ثلاث أول نشرة تقنسلت ما طلعت على الهواء تبقيت تؤمن بالأبراج مثل مساء لا بسعد بعدين المرطي السلام الحمد محمد أن أبو خالد هو الوحيد الذي سألوه متى تب تطلع على الهواء فأول نشرة تقنسلت ساعة ثلاث لظروف أنه كان في بث مباشر والبحرين عندها تعاقد لبث الفورملا ون فعالي لها لغة الفورملا ون فأقلت يا الله إن شاء الله خير يا تسناشرة ساعة ثمان تذكرت بأن اليوم أول يوم في رمضان وكل مشغول في صلاة التراويح لم يحب يشوفني لا لم يحب يشوفني لم يحصل ردة الفعل في أول يوم صحيح عقب صارت الحمد الله كانت الانطلاق من الأخبار هي البوابة اللي خلتني يعني أطل على الجمهور وعلى المشاهدة آخر من كلام بخال قال ردة الفعل وأعتقد ردة الفعل بالنسبة للمذيع وبالنسبة للإعلام مهمة جدا عشان يقيم وضعها ويقومها أول ردة فعل وأنت طلعت على الهواء أذكر المصور محمد بوشيري نعم قال لي يعني قال لي كلمة تشوفها وأنا أحس أن اللي احتضروني من البداية كلمات يوم وأقدر أطلع بكل ثقة وأطلع بكل قوة وحضور فقال لي أنت تنفعي ترى تكونين مذيعة حتى في القنوات العالمية هذه محمد بوشيري حمد بوشيري وجهنا تحية طبعا فهذه كانت أول ردة فعل وأول رأكشن فعلا لليوم أنا ذكرت شوف حاجة من أمتها حين أكثر من 12 سنة تقريبا لاحن في بولي هذا الكلام بالإضافة طبعا الوالد كان يتابعني متابعناهم وناقد قوي وشون الأشياء اللي أنا قاعد أسويها غلط شون طريقتي شون اللبسي شون فكان دائما يعطيني ملاحظات شاملة عن هذا الشيء حجزيني عن اللي دربت الأخ أمار يعني أبا أحمد أمو موجود معان هنا شون كان 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 يعني كان هوا وش شو 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 دائما دائما ملاحظات حتى كان دقيقة لأبعد الحدود لدرجة أن حتى الميكب كبنات كان يعطينا ملاحظات هوا فهذا تذكر يوم أقول لك صرفة الكونتور يقول المذيع لما تطلع على الهوى لازم تطلع وهي فعلا حاطة الميكب الصحيح روح معانا كل مكان يعني ليس يعطينا ملاحظات وانطلقوا في الميدان كان يحضر بعدنا كان زميلي محمد عيسى وجهلة تحية وأيضا زميلتي كانت اسمها مريم فلمارزي كانت يوت فترة الدرب ويونه هذه الثلاثة كانوا 46 شخص تذكر عجيب 46 شخص ما طلعوا منهم الأثنين عجيب نورة ومحمد عيسى نعم هما الاثنين اللي تم الأمانة اللي قدرت أنا بالفعل أثبته وكفاءته وجدرت الشخص في ذات الفترة على طاري قالت أنه في التدريب كان حتى موضوع المكياج نحن في 2004 مع يوم التغيير الأستوديوهات الأخبار صار عندنا في البحرينيا وشركة الان بي سي نعم كانوا أهما يديرون كان أول يوم أنا أطلع نشرة في يوم ركبت الميكروفون وأذهب أطلع على النشرة قال لا ممنوع تطلع هذا النشرة لازم ميكاب ميكاب موضوع يعني رفضنا قوامنا بقوة بقوة يعني ما كنا صحيح قال لا ما تطلع ما تطلع على النشرة إلا بالميكاب تنسي تلح لا ولا قوة رحتوا حطوا لي ميكاب طلعت في النشرة شفت روحي نومان بالضبط خفت خفت قلت يا أنا مستحيل أرد أكرر هذه التجربة مرة ثانية ثاني يوم رحنا حق السادقاء للكتالة أنا أنا أنسحب أنا ما أقدر أطلع بهذه الصورة يعني تعودين على التجلح والتجلح ما تابونك يا ما تابونك فبعدها دخلنا دورة أساسيات الميكاب اللي لابد أن يكون التلفزيوني السينمائي إلى آخر فهذه أضاف لي أن فتاة اللي دربت فيها متدربين أن أنا أوجه لهم أيضا من الخبرة اللي اكتسبت شنو أساسيات الميكاج اللي يكون موجود طيب أمار منو دربك إذا أنت دربك من دربك للأمانة يعني أنا مثل ما قلت لك أن أنا دخلت فني من الفني شفت روحي مذيع استعداد فطري فكان الشيء موهبة موجودة بداخلي ولكن الأمانة ما كان في شخص يقعد ولكن بالعكس مثل ما تفضل أخوي هشامو قال قال ذي تش الحق بل إحنا دخلنا فيها كنا عائلة واحدة بمعنى الكلمة كل من كان يوجه ثاني للأمانة إن كان مصور إن كان منتير إن كان صوت إن كان مخرج إن كان وزير إن كان مدير الكل يعطيك ملاحظات لما كنا المنتج المنتاج قبل ما كان مثل اليوم لما المنتج تشوف ستة سبع وراق كل من يحب يشارك في نفسه معينة في النهاية كان الصورة العامة التي تلفزون البخرين هو الهدف لنا كلنا فالكل يشتغل يعني تشوف من الساعة ثمانة الصبح للساعة ثمانة عشر وحدة الفجر نفس الوجوه تشوفها في التلفزيون صحيح ما تتغير صحيح حتى تتساءل ما يروح البيئي بالضبط بلضبط كنا عايشين يعني كل من استفادت منه في شغلة لكن للأمانة في الجانب الرياضي ومنتقلت إلى القناة الرياضية كان قبلي سابقني أخوي هشام كان بالنسبة له التحدي كنا نشوفه ولابد أننا نقدم شيء في مستوى ما ننزل عنه لأنه كان بعد الأساتذة الكبار ابتداء من أستاذنا توفيق صالحي وبعد الأستاذ علي العربي بعد كان أخونا هشام وبعد استمرين نقدم لكن للأمانة أنا من الأشخاص التي كانت دائما أخذ من مدرسة هشام في القناة الرياضية والتي للأمانة نقلت إلى القناة الرياضية بسبب انشغالات ولكن في هذه الفترة أسسنا القناة الرياضية بمذيعين بريبورترز تعبنا وائد في القناة الرياضية كان من التأسيس الذي كانت موجود ذلك لا كان في قناة خاصة وإنما كان خسم في ذاك الوقت من ضمن أقسام التلفزيون وفيصل أخي هشام خلأ ذكرك برنامج كما يطلب الرياضيون نعم وأعتقد أنه يخذ انتشار ونجاح جميع في البرنامج صحيح هي فكرتها يوسف هي كان الله يحفظها مساعدك أننا نسولف عننا برا على الهواء لمن تسولف عن أخولنا أحمد عشور والجهلة براحية وتدير يعني مستاب الأساتذة لهم بصمات لا تنسي صحيح بالضبط مثل ما تفضلت والبصمات ليس فقط على أن نحن كمذيعين عملنا أو في توجيه أو إداريين لو تسأل أي أحد من الأنية أو المراكز الأهلية ترى الأخ بعد أحمد عشور قال لبصمة واضحة هذه التي تتكلم عمل من القلب ليس مخرج أو معد عادي أنت لا تشوف كلنا صافرنا ورحنا دورات وشفنا وتأقلمنا ما تشوف مخرج هو اللي شايل الأغراب هو اللي يسوي المنتير هو اللي يروح المكتبة هو اللي يبحث هو اللي يقول لك اللقطة دي ترى بضرك أنا بعيدها معلي عشان خاطر يبدل أرجع يعني هذه الخوف والحرص الحرص الحرص هذه البرنامج هذه يعني بدل المفارقات وبدأ أحبت لبطلعت على الهواء تاريخ ثلاثة ثمانية إجازة صيفية أطالب في الجابعة فتاريخ ما نذكر نصف شهر تسعة أو شهر لو بدأ الكورس الجامعي فرديت الجابعة عاد يا حياء خرابعي ما غيرتم نفس البارك نفس الصاف نفس أشوف لحالم يسلمون عليه تغير وخلنكون واقعيين ديش الفترة ما في يعني كل دولة عندها تلفزيون هالرسمي وكانت قناة الام بي سي موجودة يعني ما عندك شي ثاني محدودية القناوات الفضائية والناس اللي التابع وكانت ذكر قناة 37 ما عفيت تابع عليهم باريات ويقل لك ها أيضا أبوك ناديك من السطح يسار يمين والأريال بي وكان في الهواء الهواء وكانت تحدك VHF وUHF فكان الوقت اللي حي طلعنا كان قناة 44 اسمها يعني وقبلها كان القناة الأربعة يا أفتكر وقناة أربعة طيب فأشوف هادي سلم بيتش تبتسم فأقول أقول لها لا تدورش السالفة اللي يقول لي ترى انت حين مضيع وفاستنا شو رحين حين قعد أقنع نفسي بهذا الموضوع في الموضوع لكن أمانة جمهر رياضية على فكرة شريحة كبيرة وشباب أنا أقول لك اللي صار يعني أقول لك لأي درجة خليش من فكرة البرنامج كانت فكرة رائعة اينا إنه ما كان فيه ديشي لأيام يوتيوب سوى ما كان فيه يعني كان ترى الناس تنطر من أسبوع لأسبوع عشان تشوف القول اللي يعني ما عندك حالباني إن شام الناس تعودت على ما يطلبوك المستمعون بضضع أغاني أطلب أغنية فلان أطلب كذا أمان أنا تصد برنامج أبي قول جاسم يعقوب على حمو يعني هذي كان والله العظيم إنه كانت تتين أيام عدد الرسالة أنا تمنا نسوي جروبينج حق الرسائل لنحن نتذكر صندوق بريد ألف وواحد صح هذي عشنا علي يعني كل المرازلات كانت فيه صح فطبعا وكانت تتين رسائل يا الله الرسائل أشكال أنواع غير رسائل مع الطرى ورسائل الورود يتيك رسائل يعني مهندسة وشنها وسيلة تقراها أبي الكل وأبي كذا والله العظيم كانت في يعني في بعض الحلقات لما كان فيه مثلا رسائل كثيرة كنا نقرأ ما يقارب الميتين وعشرين وميتين وثلاثين رسالة في الحلقة الواحدة إيه لأن أنت تجمعهم مع بعض وبعدين تحط اللقطات لكن السرد هذي كان متعب لأن كل إنسان يعني نحن كنا مؤمنين بشغلة واحدة وهذه ننقلها كأمانة صحفية وأمانة علامية الإنسان اللي تعب وكتب هذا المجهود وهذا الأمور يجب أن أنت تراوي حقا صحيح فغير أنك ترفع الرسالة تراويها غير أنك تقرأ الكلام المكتوب أهي أبيات شعر أهي أمور هي كذا البرنامج سوى يعني ضجة جميلة جدا لدرجة هديك أحب البحريين والأبور لدرجة أروح سادية الزيت نعلم ذاكرة أعطي الجواز يطالة تشليهم جواز ما في بطاقة هشام نرعم قال لي نزل تريشك تزلت قال لي اسمح لي ما تدخل قال لي يقول لي عيه الآن هلالي يحط أقوال النصر يعني يعني تعرف أن حتى روح الفكاهة وصلت لي السعودية كاننا متابعين وشغلات وكذا لحقق انتشار جميل ذي البرنامج بس هنا هشام كنت تقدم قبلها وكنت مواصل على هذا الموضوع بس عمليات أنك انت أيضا جمهور الأجنبي كان في القناة واندك القناة الرياضية صح هذي الفاصلة اللي كانت موجودة شون قدرت تسوي والله شوف هذي الفاصلة هذي وايد أضافت لي أنا كشخصية أو نقول كهوية علامية وهذي من أكبر الفوائد تمرس على اللغتين العربية والإنجليزية ومزاولة التمرس لحد هذي اليوم يعني فتح لي الأفاق الكبيرة حتى في عملي المؤسسي مثل ما تفضل قال رحمة كنت أبتعت فترة طويلة بسبب من شغلات في خنقل العمل المؤسسي لكن يعني صعب صعب بس مثل ما قال أخوي بو خالد مساعد أنت ترى أنا كنت أقرأ الأخبر يعني كنا نسوي شفت أخلص من الجامعة خلاص أنا خلص ليش أنا سمي البيت العود لأن ما كنت أروح لبيت أخبار أربع نشرات فتطلع هم أربعة مثل بين النشرات أي المنتاج تسوي تايم كودينج ديش ليام التايم كودينج عشان التقارير والشغلات فتسوي تقريرك العربي تسوي تقريرك الإنجليزي كانت تي أيام بين هذه أروح أسجل حلقة ما يطلب رياضيون أرجع منتج النشرات ذي العمل المتواصل بطريقة أن أنت مخك يتبارمج على كذا وكذا 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 هذه ترى ترك أثر كبير في نفسي أنا وفي هويتك إعلامي وتراكم خبرات أيضا صارت اليوم الذي يدخل مجال الإعلام الحلو في الإعلام أنه دهاليزة حلوة ممتع كل شيء تحسن وخاصة فيه شغف وهذا نقدر يمكن دكتور إذا تسمح لي أنا أعطيك بس شنو كان جدول في ذيش الحقبة جدول اليومي بالنسبة لي كنت هي أقدم من 6 ونصف الصبح فأنت الساعة 6 موجود نخلص البرنامج على الهوى الساعة 9 كنت أطلع ريبورتر لايف حق الإذاعة في برنامج يبدأ من 9 لعشر ونصف الإذاعة ما حطأ أخلص عشر ونصف من أكثر من نقطة مباشرة أطلع معهم إذا ريبورتر أروح أسجل تغارير حق باب البحرين الله فترة أمسك دوام الساعة 4 في الإذاعة أخلص 12 من الليل أرجع إلى المونتاج ساعتين وهذه بشكل يومي مبعمار كان بروح بهذا الأسلوب مجموعة كانت كنا أنا وخي محمد درويش هودا درويش كل الزملاء بنفس الأسلوب كنا نعمل فألو محمد والله أنا ما بقدر أروح أغطي الفعالية الليلة أنا عندي شفت في الإذاعة يروح يسوي التغرير في اليوم يعني يمكن الحكم اللي احنا اشتقلنا فيها لو قلنا الإذاعة اشتقلت أنا على أول ما بديت على الريل من الريل انتقلنا إلى الكيسة الكيسة إلى السيدي إلى تطور مرتب مراحل بتي إلى التلفزيون كنا نصور من شريط لشريط المونتاج والأصعب من دي كان الجهاز اللي نأخذ في السفر حق الرياضية الشنطة هذه كان يعني يسخن لازم تخلي يريح فكان الله ذكره بالخير واخونا المهرب جمال الجودر كنا عشان تتمنتج تغرير ثلاث دقايق على الأقل 14 ساعة تشتغر على الجهاز عشان ثلاث دقايق إذا انت تطلع تصور وتتمنتج 14 ساعة عشان تسوي فيه ثلاث دقايق شوف المهانا والتعب لكن كان ممتع ومحمد بديك مشعر بيت أنا أنام في الغرفة في غرفة النوم أما تكلم عن السودية في غرفة النوم لجزة موجودة أحمد عشوري منتج أو مثلا جليل موجود هشام قم سجل صوت قم سجل صوت دراماتي غشمار قم سجل صوت لكن والله العظيم انت تشوف التقارير وتشوف الأعمال تحس أنه ولا غلطة لا غلطة سبحانه عمانة ليش انت تفضلت فيها مساعة وقلب الحرص ما كان موجود فقط من المخرج أحس بمسؤولية وأنا أقول لك الكل كان مع هالتعب ومع الامكانيات البسيطة أقسم بالله العظيم كلنا كنا مستمتعين في هالعمل قال لك مساعة وخالد الشغف كل الشغف كان موجود الآن انت شون الترجمة انت وحرفيتك بخالد شون كنت الترجمة مثل ما قال هشام هاي شغف اللي كان موجود عندك لكن انت شفناك في الأخبار أكثر من البرامج الثانية يعني يمكن أخوي هشام أخوي عمار أختي مشوك طلعتوا في برامج مختلفة ولكن انت كنت في قالب أخباري شفناك في النشرة شفناك برامج سياسية ترجع مرة ثانية في حوارات برامج خاصة ما طلعت من الإطار الثاني شو السبب والله يعني أبو محمد ما رأي شخصيتي جادة ولا خلتني في قالب الأخباري والشغف كنت ترجمة الأمانة يعني كنت حريصة أن يعني ما أكثر من ظهوري لأن بحكم أني متعاون ولكن كنت حريصة مثلا أن أسد فراغ بالإضافة إلى الالتزام بالجدول المعدلة مسبقا من قبل مشرف مركز الأخبار ف واحدة من الأمور يعني اللي ملتزم فيه واللي الأمانة اللي حتى حين أثرت فيني وتركت فيني أثر وجوري في تقديم نشرات الأخبار اللي هو حرصي على الوقت واحترام الوقت يعني تخيل تموديع نشرة أخبار نشرتك ساعة ثلاث أنت ساعة ثلاث اللا ربع تقلب أو فيعني أكيد ما بتأدي فترجمة هذه الشغاف كنت حريص أني يبل ساعتين على أكثر شي يعني أنه أكون موجود أعرف شفي النشرة أقطع النشرة تشكيلها يعني الزميلات يعني يقول أنا أرتاح إذا أخرج معك لأن أنا أشكل النشرة كأني أنا اللي بقراها حتى الأسامي الصعبة تحتاج أنك تحكم حتى الأسامي الصعبة يعني ويمكن ظروف النشرات الأخبار مثل ما تعرف أنها نشرات مباشرة والنصف يعني كانت الظن بأننا نحفظ نشرات الأخبار وأن نقولها على الهواء وهم يدرون أنه في جهاز أوتوكيو مذكورة ومكتوبة يعني ونحن نقراها ولكن واحدة من الأمور اللي صغلت فينا هذه الشخصية وخلتنا نشعر المشاهد بأننا بالفعل نشرات الأخبار حرصنا لحبنا للعمل الإعلامي للعمل الأخباري اللي وصل هذه المشاعر حق المشاهد قالت قلت أنا يمكن شخصيتي الجادة لكن أنا اسمح لي أقول على الهواء ترى ظلمتك الشاشة ترى هو جاد على الهواء ولكن الله يا جماعة وليد الشيخ من أطيب الناس الله صحيح وأجمل الناس وصاحب دعابة وابتسامة دائمة فأحيانا ساعة قالب النشرة دائما يحطيه في السوب الجاد ولكن في الحاجة جميلة قبل أن أختم أنا أعتقد أن كثير مننا مر في مراحل أو في مواقف جميلة خاصة فتراتكم فيها مريتم بمواقف حلوة ودني أنا استوقف بيدي المواقف بشكل سريع يعني لستث حلوة أذكركم شوي بين بعض المواقف فضيلة الشيخ عمار البناي يعني هذه يمكن أكبر المواقف اللي حطيت فيها هاي زيما سويت أزمة سياسية هاي هذه اللي يطول بعبر الاكتكتور كان علينا شهر رمضان وشهر رمضان لكي تمأخذ إجازة وتارك اللحية وأول مرة في حياتي يخلي لحية يعني عقب رمضان مباشرة أو في فترة إجازة العيد ما تذكر بالضبط يعني اتصال على أساس أني أنا أروح ممثل عن وزارة الأعلام أروح الرياض في الرياض كان المؤتمر الأمريكي العربي الإسلامي كان موجود فقاعدة نبشتي وحاضر يعني من العذور في المؤتمر يعني واحد الشيخ صار يذكره بالخير قالي تبع التلفزيون قال لي استاذ بغيناك ويا أنا في لقاء خير وبركة إن شاء الله أعطيتها البطاقة مكتوب فيها مقدم برامج بتلجو مملكة البحرين أعطيتها البطاقة ورح يتوقعت في الاستيديو ركبوا لي الميكروفون مرة واحدة بث مباشر ويسعدني يكون معانا فضيلة الشيخ حمار البنع من مملكة البحرين ويطلع السي جي فضيلة الشيخ بعد ما بغيت أحرجهم ما الشيكي يشام أيضا مريت بمراحل كثيرة خاصة في عملك في القرياضة وعملك الإنجليزي ما أنسي يوم اللي أنا يعني سلمت خبر وفاة الشيخ عيسى الله يرحمي أن أنا أقرأ على الإذاعة الإنجليزية فهذه بالنسبة لي كانت صدمة يعني في النهاية رئيس جولة يعني ما عرف مثل ما قال مساعر أبو خالد طلعا ما عرف مشاعر مختلطة مشاعر مختلطة هذا كان موقف الموقف الثاني لما بعدها بسنة أو بسنة وشهرين طائرة طيران خليج لما صار الحادث منهم أنا كنت أول إعلامي على الساحة مسوصلت من غير كاميراتي ما عرفت أساوي فأتذكر أن الموقف كان كبير من الجميع من الجميع وبعدين اضطريت أن أرجع وأروي اللي أنا شفت على الستوديو كان يومها عندي امتحان كانت فترة ملخبطها الموقف الفكاهي أن أنا كنت أصور برنامج ما يطلبه الرياضيون كنا بنصور حلقتين لأن أنا كنت في سافر كنا بنصور حلقتين صور من الحلقتين خذ لنا مع الرسائل وكذا ومع رفيش خذ لنا تقريبا جريب الأربع ساعات فعدنا صورنا وطبعا ياب لبس اللي يعمل بس بدلة وذي فلازم التاي طبعا فبتوني حيننا سويت هذا اللي أصمع طراخ أشي طاحث وأطالع أطالع من عشور من الستوديو القديم الستوديو الثنين القديم اللي كان فلج بارد نعم صحي لا الحين بارد صحي والله كان رهيب يعني ولا أطالع بس يا دي تشدي محطوطة على النكتة هاللون عشان ناشيله أشوف خطوات ثقيلة داش داش اللي يسوي شفتوا هاي تومنجيري قبل اللي يبع هاي اللي تشير هاي اللي تشير يمين محمد شفيك قال ما طقم ركور حلقتين 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 اي والله وكان دي تشليام زدنا الحلقة من ستة واربعين دقيقة تليزيوني لدقيقة وستعش أساس الإعلانات أحيانا عندي واحدة مثنتي يا أني يعني مهما كان أنت بني آدم تعبان بتطلع عن طورك عفواً على هالكلمة يعني بترفع صوتك بتثير بتعبر عن تطلع عن طورك مهما كان وأنا قلني يعني ما بي أسوي هالموضوع وخلاص وبأشوفكم باتشر بس نازم أرجع باتشر وكنس الموعيدي وأنا على سفر اليوم اللي بعده أو أني أنا أريد أصور قلت له أبي محمد تق ركوت أربع ساعات ثانية قال لي ما حد يسويها قلت له أنا أقول لك تق ركوت قال لي فهيتهاوى شويا أنه تريد يسويه مو طبيعي أرجع وأقول الحب الأسرار العزيمة كذا أقسم بالله العظيم الحلقة دقيقة وستعش ودقيقة وثلث كانت تلفزيونية مع الأعلانات فطقينا الحلقتين ثلاث ساعات وعاش اللي قاية رديت رسائي رديت اللي صورنا دي صورنا يوميين حضرنا بعض من الوناسة مو بعشان شايد لأنه هم ونزاح من على ثنين في نفس الوقت أنا أمانة في الموقف علمني أن لأنك تصعد تسمو خلني نقول تعرف ترى مو كل شيء أنت صح ما أحد كان يلومني لو أنا مشيت نعم بس أحيانا الموقف تطلب منك شوية تدو وحكمة خاصة في العمل الإعلامي كل شيء متوقع بضضر يعني مثل ما تفضلت ما صار تسجيل أحيانا ياما تعمل مقابلات مع أضيف وتشوف أن الشريط موجود ولا الفيلم مخلص ولا البتري ما يشتغل يعني مررنا بكثير من المواقف وليد الشيخ قبل أن أختم معك حنيت حقي التلفزيون حنيت آه أنا حنيت المصابة هذه وهاي سؤال لكم ثلاثتكم واربعتكم لا الحنين موجود الحنين موجود بس اللي خفف من هذه الحنين بأن أنت تتردد بين فترة وثانية على المكان تروح الستوديو الأخبار تروح تدخل استوديوهات التلفزيون فشوي يخف هذه الحنين ولكنه موجود موجود مهما يكون يعني أنا مهما أسولف معاكم لأن أعرف أن ذكرياتكم جميلة ومريتوا بمراحل جميلة حلوة ومحطات حلوة يعني ولكن كنت حريص أنه نوع من التقدير والشكر لكم على كل ما قدمتونا تكونوا معاي في هذا المجلس مجلس الحكاية نور بشوك كل الشكر الله يسلمك تسلام وشكرة لك هذه الاستضافة وعلى فكرة نحن اليوم صجحنا قاعدين مع بعض أنت تقول أربعتنا ولكننا خمساتنا كلنا يجمعنا هذا الشغف والشغف اللي احنا فيه اليوم كلنا احنا من الفطرة خذينا في نفس الوقت لو تراجعون طفولاتكم كلها كلنا في طفولاتنا كنا نميل إعلاميا حق مجالنا فهذا هو اليوم لنفس المحرك اللي يعطينا الطاقة اللي نحن نعطي وننجز بلا تردد وخل نقول بلا توقف الله يوافقي أنا يعني بس على الكلام اللي قالتها نورا هتذكر في سنة من الاسنين صغير كنت في الابتداء شيء كنت ويا الوالدة في واحد من السوبر ماركت وكان تلفزيون البحرين يأيين إيسا يأخذون مقابلات مع المواطنين ومسابة العيد الوطني في تسعينات وتبث في التلفزيون فقال حق الوالدة بتصورين قال لا لا مشكرا وإلس لها نيوال في دفاته تراجعينهم في حب حاجة الحب يعني من يوم من الصغر إذا ما ذكرت أنا هاي استعداد وإذا تلاحظ بقال ترا كل الصور اللي عندنا وإحنا صغار لازم تحصلها بمكروفون مكروفون ولا قاعد لا عمار كان يعني ما يجهزة عندك نحن بمكروفون لا إذاعة مغرم إذاعة نعم مغرم إذاعة في شغل الله الله يطول بأمرك يكتور ترا ما بتخلص ويون يبتر نعاري نعاري أهم ما كانت يعلموننا كمذيعين أول ما بديننا أن تعظر في صوت فيه كان ذكر السادن ورحمة صفقة صفقة بالخش صفقولك عشان ما تنقذ لأن نوعية الليتات اللي كانت قبل تنفجر فيطلع صوت قوي فهذه يعني في بعض الحلقات المباشرة تشوفنا ناقذ المشاهد ما يدري شى السالفة ترى هي انفجارات تصير في الليتات وانتي والناس ما ترى ما ترى عمار البناي شكر لك ويعني مقدر لك كل جهودك اللي قمت فيها صراحة أنت من الناس اللي لهم مكان في نفسي الله يطول وأيضا لك يعني بصمات جميلة في العمل الإعلامي فكل شكر وتقدير لك ألف شكر لك دكتور على هذه الاستضافة ومهما قدمنا لمملكة البحري فهو قليل أنعملنا في تلفزيون مملكة البحري كان من حب لهذه الأرض وحب لهذه القيادة قدمنا القليل وما زال الكثير موجود بداخلنا ورايح نقدم ونقدم ونقدم اللي ليق باسمنا مملكة البحري الله يزيك الخير ووفقك داما هشام مثل ما بديت بختم هذا المذيع الأنيق الجميل يعني الله يخلي هشام يعني أعمالك جميلة قدمت أعمال متميزة جدا نلاحظناك في الفترة الأخيرة أيضا قدم جانب إنساني فينا الخير وقدمت كثير من البرامج اللي قريبة للناس فأنا يعني أبي أقدم لك كل الشكر والتقدير على كل الجهود اللي قمت فيها ويمكن قال عمار كلمة قال يعني يمكننا شوفك ونت تقدم في القناة الرياضية كان آيكون يعني كان الناس تحب أن تشوف اللي تبون فيه وقدمتوا أفكار وعمال متميزة ومبتكرة يعني شايف فكل الشكر والتقدير لك يا أخي شام والله أعطيك العافية أنت دكتور لأن أمانة أنا أشوف أن يمكن أكثر واحد فينا ما أعطى حقه هو أنت ولو بالعكس أنا أستمتع وجودي معكم لأن أنت لك بصمات كبيرة أمانة ويمكن وعية البرامج حتى التي تقدمها ويتميزت فيها أمانة وهذه الحق وقال بس يعني إذاك الله خير كفيت ووفيت وأمانة أرجع وأقول ما لنبود من البيت العود ويا رب إن شاء الله جائما يتم البيت العود هو البيت العود الذي يحتضن الجميع ويمكن عندي طلب بسيط بأنه أتمنى من يعني من جميع خلني نقول الإعلام بشتى أنواعهم سواء كان خلني نقول المؤثرين الاجتماعيين الإنفلونسا الزي بلوغر ترى هذه البيت العود اللي والله العظيم يترك الأثر لأنه فعلا هادف وليتجاه وليتخط طويل فيريت أن الكل يعني يزيد انتماء حق هذه البيت العود لأنه في النهاية ما لنبود منه مثل ما تفضل بأحمد ترى من هنا انطلاق انطلقت العديد من الطاقات ويا حلوها لما ترجع الطاقات كلها اتقدم أضم صوتي لصوتك يا أخي هشام وهذه المكان يضم الجميع وكلنا نشتغل لهدف واحد وهو البحرين وليد الشيخ أنا يعني بختم معك بس بطريقة مختلفة أبم المواقف اللي مريت فيها وذكرياتك الجميع بشكل سريع أنا عافل وقت دارك يعني أكبر شرف بأن أنت تحظى بثقة مسؤولينك وتعطى مهمة بأن تكون ضمن الوافد العامي المرافق لسيدي جلالة الملك المعظم واحدة من الأمور اللي مانساه عندما شاركنا في قمة مجلس التعاون في الرياض في 2011 أو 2012 فكانت واحدة من المحطات الفارقة للأمانة في حياتي وانعطيت فيها المهمة والمسؤولية وأتمنى أنك انت على قدر المسؤولية وأيضاً واحدة من المسؤوليات الجسيم للأمانة لما أنا والزميل محمد عيسى الله يذكر بالخير تم تكليفنا للسفر إلى جمهورية مصر العربية لتغطية حدث الانتخابات في 2011 أو 2012 في نفس الفترة يعني فهذه شرف ما بعد شرف بأن أنت تحظى بهذه الثقة الكبيرة لتغطية إحداث سياسية لو تشوف محطات الثانية يمكن يلفون فيها الكبار المذيعين عندهم ولكن إن شاء الله كنا نحن على قدر المسؤولية فهذه واحدة من الأمور التي أنا أفتخر وأتشرف فيها للأمانة الموقف الذي لا أنسى وهو كان تحدي بالنسبة لي الله أذكره بالخير أستاذنا سامي هجرس مخالد مسي علي بالخير كان هو القائم بأعمالي دارة الأخبار في الفترة من الفترة فكنت أنا على نشرة على الهوى ساعة 12 منتصف الليل فيا له خبر بالفاكس عاجل لازم حين تقرأ موجود على الوتيكيو يابلي ورقة ومكتوبة بخط اليد ما قدرت أفكر رموز وتعالي قرأ الخبر الحين فاتش أنا مرش قريت لكن الحمد لله مشيت يعني وعدت فيعني هذه من المواقف الموقف الأخير بشكل سريع يمكن أن أغلبكم يعرف بأن أنا شوي عندي حساسية وربو وإلى آخرة فكنت على الهوى على نشرة الأخبار وكان معانا ضيف بيطلع على الهوى معاي وعلى النشرة و يالسين اندردش قبل النشرة بتسألني يعني نحذر حق المقابلة ما وعتل أمولع ججارة في الاستراحة في الاستراحة في الاستراحة واعتل أمولع ججارة ويدخن جدامي أنا صادم هنا انقطع عندي النفس لا لا أي والله دخلت على الهوى أول خبر ما قدرت كاملة ثاني خبر اختفيت من الشاشة الحمد لله وهذه من حسنات أنه وجود مذيعين صحيح على نشرة أخبار مباشرة سبحان الله لو مضيع تعرضي لظرف في بكب ثاني وكملت النشرة يعني أذكر كانت زميلة الدكتورة سامر ربيوكي على ما ترده كانت على الهوى فكملت النشرة عندي والله يطيك العافية الله عافية ومشكور على كل جهدك يا أخي وليد وشكرا على حضورك اليوم لا بالعكس واجب واجب وأنا فكر مساعدا أن هذه الحلقة يعني بتكون في يوم من الأيام في الأرشيف فبعد خمسين سنة ها 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 يجب أن يتعقب يجب أن يتعقب بانية المائة سنة حاول بانية المائة سنة تطلع الخمسة نعم 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 بشكال بس أمانة مبحمد قبل ما تختم أمانة الجناح اليمين والجناح اليسار أمانة لازم يرجعون والله أتمنى لأن من الكفاءات اللي نأتز ونقدرها والأمانة اللي نحن أمانة يعني فخورين بهم نعم يعني كنتم يزاكم الله خير مساعدة ما قصرت في حقي أنا لكن أمانة عمره أنا ما أنسى برنامج اللي كان يقدم على الإداعة وسمعه ومنتج وحطه وصوته صوته جميل صوته والمخلفيات الموسيقية اللي حطيها والناس بلضاب وليد من من يعني يمكن اللي تفضل فيه أنه أنت تفضلت صحي ممكن الشاشة ضمتها لكن السلوب وليد وطريقته في التقديم ترى جميلة جدا ومميزة فحلو الهدوء ذي مطلوب في بعض البرامج وانتي نورا ما شاء الله انتزاش الله خير الوحيدة اللي أكتب فينا أنتي موجودة يعني أمانة قامنا الرائل أيضا إن شاء الله نطلع من خلال هذا البرنامج إن شاء الله وبعد فترة نشوفكم كلكم موجودين وإن شاء الله إن شاء الله وحنا في أي مكان بوحمد نخدم في الوطن سواء موجودين في هذا المكان وفي مكان غير ولكن نحن نبغي بعد أيضا أن تكونوا موجودين هنا نستغل طاقتكم وجهدكم وعملكم وشغفكم أنا ما ودي أختم لأن كانت بالفعل حلقة جميلة مع الإخوان كل واحد عنده ذكريات جميلة يمكن يمكن ذي الجيل يختلف عن الأجيال السابقة اللي عملنا معها لقاءت لأنه كانوا قريبين مني يمكن أن نتذكر أول ما أطلعها والتي اليوم ننبش في برامجهم في الأرشيف بنطلع الصور قبل وبعد ونطلع احتبار بأحمد هاي لازم بي هاي لازم بي شكرا لكم ويعطيكم العافية وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله في مجلس آخر وحكاية أخرى من حكايات تلفزيون الوحرية اشتركوا في القناة